أهلا نو سهلا بحضراتكم مرة أخرى يعني إيه فار؟ الفار معناه الحكم المساعد للحكم الرئيسي يعني إيه؟ يعني لما الحكم الرئيسي يكون شاكك في حاجات معينة بيرجع للفار خلاص؟ طيب هل إيه هي الحاجات المنى الممكن أن يشك فيها الحكم الرئيسي؟ حكم الساحة يعني؟ 3 أو 4 حاجات معمولة في بروتوكول الفار طيب كابتن محمد بسيوني بصراحة بالنسبة لي فيه علامات استفهام كبيرة جدا هو حضرتك ليه طلبت الحكم في لعبة محمد الشناوي الوضحة؟ هتالي يا سامين لو سمحت طيب أنا مش هتكلم عن أن لعبة الشناوي صحة ولا غلط لأنها وضحة لمصر كلها وضحة لمصر كلها إذا كانت صحيحة ولا خاطئة حاجة غريبة جدا يعني بالنسبة لي أنا دايما في مثل هذه الأمور بحاول أن أنا بقى أنتظر لغاية ما سمع كل الناس تقريبا معظم اللي تكلموا عن هذه الحالة قالوا أن ما فيهاش مشكلة لأن الشناوي لمس الكورة يطلب حكم الساحة يقول له تعالى شوف تاني أهي أمام حضراتكم مرة أخرى تولد من الشناوي حط رجل وخدها لمسها لو ما كانش لمسها أبقى معاك في موضوع الطرد والكلام ده كله لكن هو لمسها أهي واضحة لأنه لو ما لمسهاش أجوينه حياخد الكورة يروح بها قدام مش هيرجع بها الورى فهي مش محتاجة كلام يعني مش محتاجة كلام طيب فيه كرة تانية يا كابتن باسيوني هو ليه حضرتك ما طلبتش من الكابتن الحنفي أنه هو يروح يبص على كرة أكرام هتهاي لي يا سامي لو سمحت كرة أكرام هل دي ممكن غير دي كمان في واحدة تانية اللي داس فيها على رجبة أكرام مش دي دي ركلة يعني ماشي هاي يعني هي دي ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لكن أنا حتى مش هتكلم عن ركلة الجزاء دي أو مش مش هتكلم عنها أنا كنت هتكلم عنها بعدين لكن ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لكن في لعبة تانية واضحة وصريحة واضحة وصريحة فاش حاجة لعيب جي من عند أكرم فاول عادي وتابع مدايس على رجبته من هنا أنا خفت ساعتها لأن طبعا هنا الصليبي اللي حضرتكوا على هنا من ورا كده الصليبي فأنا خفت بصراحة أنا أقلقت قلت ربنا أستر تكون رجله تلاوت ولا حاجة أنا ما خدتش بالي من اللعبة يعني لما اللعبة تعادت تاني يعني يا كابتن باسيوني في ركلة الجزاء أهي أمام حضراتك أهو ليه حضرتك ما نداهتش على الكابتن الحنفي وقلت له تعالى شوف الكرة هل يستحق اللاعب ركل الجزاء ولا لأ هل يستحق اللاعب الترد ولا لأ أهو طيب يعني هناك دليل بالخطأ أهو أمام حضرتك أمام حضراتكم كده يبقى احنا بنتكلم في نقطتين وهم دول اللي أنا كنت أتكلم بس أنا كنت أتكلم عن دي لأنها يعني دي لا تقبل الشك لا تقبل الكلام لا تقبل أن حد يقول لي لا مدس على رجله لا مدس على هدايس على رجله وقعوا ودس على رجله البلانتي هي واضحة أن هي ركل الجزاء للنادي الأهلي ولكن بعض ما اللاقيه شجع النادي الأهلي هقولك أصله ملمسوش أصله جاله من هنا جاله من هنا يعني أي حاجة من هذا القبيل لكن دي واضحة كابتن بسيوني السؤال لمرة تانية هو النهاردة أنا حلقة الأسئلة نهاردة حلقة الأسئلة أنا سألت الحاجة عامر حسين الحاجة عامر اللي حضرتك شفته من جمهور الأهلي ده حماس ولا حاجة تانية حماس طيب لو هو حماس فين الكتالوج بتاع الحماس احنا خدناه من جمهور الأهلي ده السؤال الأول السؤال التاني كابتن بسيوني الحكم الفار الرئيسي ندى على الحكم الرئيسي كابتن الحنفي وقال له تعالى بص على كرة الشناوي حضرتك ما ندهتش ليه على كابتن الحنفي وقلت له تعالى بص على ضربة الجزاء بتاعة أكرم وكرة أكرم اللعب بتاع المحلة دا سعى لرجله فيه أنا ولا حقول ان انت قصد ولا حقول ان انت ضد النادي الأهلي في بعض القرارات أو في معظم القرارات ولا حقول ان احنا مستنين منك احنا مستنين منك العدالة التحكمية فقط لا غير وعلى فكرة انا حذرت من هذه الحرب الشرسة اللي بتحصل ضد النادي الأهلي وضد الحكام بالتحديد هي دي نتيجتها يا فندم ترجمة نانسي قنقر